إنما الأكاديمي الدكتور يحي الأزاز جاب من الآخر وقال لك إحنا من الآخر كده قدام وضع كارثي ما فهوش في صمت الخيار مش الصمت والخيار الوحيد نسمعه كده بيقولي الدكتور يحي الأزاز عشان نخلص أهو بيان من مواطن مصري أعلن أنا المواطن المصري يحي الأزاز في هذه اللحظات بعد أن تجاوز الخطر مدى وصارت الدولة مهددة في استقلالها وكينونتها على الكرة الأرضية إن الصمت لم يعد ممكنا بل هو خيانة للذات والوطن والمهنة وبيكلم على الذين باعوا الوطن ونشروا جراصيم الفساد في كل ميل نتر في مساحته باعوا وفرطوا في عزمة يملك تيران وصنفير مياه النيل مصانع الحديد مصانع الكوك الأسمنت وكثير يصعب حصره حتى الكرامة باعوها لمن يملك السمن شردوا العمال سجنوا أصحاب الرأي ارتدوا الجباية السياسة لجمع الأموال ببدينا على التنمية صارت الدولة عزبة والشعب عبيد عليها أن يدفع الجزية مقابل العيش بأمان كبقر حلوب سياسات لم تصنع إلا الفقر والزل والمهانة عليها اللعنة ولو كنا في دولة محتلة ما صنع بنا المحتل ما تصنعه تلك الحكومة اليوم بلا خجل وبأسلوب ملتو يطرحون بيع قناة السويس نحن أمام لحظة فارقة فعلام الخوف والخطر يحيق بنا من كل جانب وتسجيل الموقف سلميا واجبا وفرض عين لأننا نملك حق التظاهر السلمي وغير مسموح لنا به للتعبير عن رفض إنشاء صندوق بيع القناة ورفض بيع مصر إذا كان من حق السلطة أن تنفذ فمن حق الشعب أن يعترض لصالح دولته نحن في دولة وليست عزبة نحن أحرار لا عبيد جاءوا بنا من سوق الرقيق سلطة عليها بأن ترحل سلميا قبل أن تشعل النيران في كل أرجاء الوطن ويستحيل إطفاؤها فما تصنعه يؤجج الفتن ويؤدي لعدم استقرار أو عدم استقرار الخلاصة الحقيقة الخلاصة زي ما بقولك كده السيسي كل يوم تعالى شوف بقى الخلاصة زي ما قالتها سارة سارة بتقول في 2014 أقولك الناس اللي بتشتك إن اللحمة غالية مش لازم تاكلوا لحمة ممكن تاكلوا فراخ عادي في 2016 الناس اللي بتشتك إن الفراخ غالية ممكن تاكلوا سمك عادي ومش لازم كل يوم بروتين يعني في 2018 الناس اللي بتشتك إن الفراخ والسمك واللحمة غاليين ممكن تاكلوا عدس وبيض وحاجات تانية وكفاشة وكفارغة في 2020 الناس اللي بتشتكي ان البيض والعدس غالي معيش عيشت اهلكم وكلوا فلو طعمية زي ما كل الناس بتاكل في 2022 الناس اللي بتشتكي ان الفلو طعمية غاليين مش لازم تاكلوا عموما ممكن تتأقلموا ونبدأ نفكر برا الصندوق وتعيشوا على الطاقة الشمسية احسنت صرعب سلام هي دي رحلة الجمهورية الجديدة الخلاصة ان سيسي كل يوم بيثبت للناس قد ايه كان نصاب وانه مايفرقش كتير عن الكونت فيكتور كان كداب في كل شيء في وعوده ومش بس كده ده كمان بيأكد لهم ان الصبر الصبر عليه مش هيسم الحقيقة غير مزيد من الفقر والزلم والعار تاجي الخردة اتسجل في التاريخ انه تنصب عليه وما اعترفش وفوض المنصوب عليه لحد الوقت ما ساعاش انه ياخد حقه وبلع وخسر بـ 250 ألف فرانك انت مفروض ما تكونش تاجي الخردة انت تنصب عليك في 2013 اطلع اعترف انك اتعرضت لأكبر عملية نصبه في التاريخ يمكن يمكن لما تعترف تعرف تاخد حقك